النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بكل تأكيد بتهم حضراتكو لكن بنبدأ بأهم الأحداث اللي حصلت مبارح واللي من أبراد الاجتماع سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي اللي وجه فيه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين وسرعة الإعلان عن سعر ضمان لتوريد الزرة وفول الصوية وعباد الشمس صحيح من ضمن أهم الأخبار والحداث اللي حصلت مبارح نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءا من شهر مارس كمان كان فيه إقبال كبير جدا من حامل الشهادة الإعدادية على التقضيف بمعاهد معاونية الأمن بالداخلية خلينا نتابع تفاصيل أكتر في هذا التقرير في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي وجه فيه بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصل التطوير منظومة الزراعات التعقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كمان وجه الرئيس بسرعة الإعلان عن سعر ضمان توريد الزراع وفول الصوية وعباد الشمس بهدف زيادة الإنتاج من تلك المحاصيل اللي بتدخل في صناعة الأعلاف بما يحد من الفاتورة الاستيرادية ويسهم في ضبط الأسعار إمبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص وقف صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية بدءا من الشهر المقبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده مش حقيقي ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وشدد على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية حتى 30 يونيو 2023 بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية اللي بتضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التموينية اللي بتشمل أسرتين أو ثلاث أسر و300 جنيه لأكتر من ثلاث أسر وده بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 8.5 مليار جنيه إن برح كان فيه إقبال كبير من الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية للتقديم أونلاين فأول يوم لفتح باب التقديم للطلاب وسجل عدد كبير منهم بيانتهم تمهيدا لبدء الاختبارات ووفق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للالتحاق بمعاهد معاون الأمن الدفعة التمنى من الذكور والإناث كمان في جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت إمبارح في محافظات الجمهورية منها افتتاح مهرجان التسوق بالأسكندرية واللي بيوفر السلع بتخفضات تصل لـ 30% أيضا انطلاق القوافل العلاجية لحياة كريمة في مرسى عالم كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت في المحافظات إمبارح نتم افتتاح المعرض السنوي للأنشطة الفنية في الإسماعيلية وإنهاء 90% من مشروع مامشى أهل مصر بكورنيش النيل في أسوان وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت إمبارح أخبار وأحداث كتيرة البداية من الإسكندرية اللي تم فيها انطلاق مهرجان الإسكندرية للتسوق لبيع السلع بتخفيضات من 10 وحتى 30% بيستمر المهرجان حتى نهاية شهر رمضان المبارك في الأليوبية نظمت مدرية القوى العاملة بالمحافظة يوم توظيفي لذوي الإعاقة قادرون باختلاف بمركز التدريب المهني في الخانكة وتم توفير 186 فرصة عمل لذوي الهمم بـ 18 منشأة بالقطاع الخاص وجاري استكمال إجراءات التعيين بالشركات غير المستوفى لنسبة 5% في البحر الأحمر انطلقت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة للكشف الطبي على أهالي مدينة مرسى علم وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة بالمجان وتحويل المرضى للمستشفيات إذا لزم الأمر فأسوان تم الانتهاء من 90% من المستوى الأول لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الأديم بمدينة أسوان واللي بيتم تنفيذه بطول 4 كيلو متر ومخطط الانتهاء منه منتصف العام الحالي في الغربية أعلنت جمع التنطة تنظيم مسابقة اللياقة البدنية والصحية لطلاب وطالبات الجمعة تقام التصفيات النهائية في الفترة ما بين 15 مارس وحتى 17 مارس وهيتم تكريم الفائزين في الندوة اللي هتقام يوم 20 مارس بالمدرج المركزي بمجمع الكليات في الأقصر استقبل مصنع سكر أرمنت 457 ألف طن أصب من مدن المحافظة ده منذ بدء موسم توريد أصب السكر عبر الجرارات وقطارات الديكوفال ووسائل نقل المحصول المختلفة في الفيوم شهدت الوحدة المحلية بقرية قصر الجبالي اتبع لمركز يوسف الصديق فتح منفذ لبيع اللحوم البلدي بسعر 185 جنيه للكيلو وضمن جهود الحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين في الإسماعيلية تم افتتاح المعرض السنوي لختام الأنشطة الفنية للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب مدارس التعليم الفني بمختلف الإدارات التعليمية للمحافظة في مدرسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحي تالت الإسماعيلية